السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد لقناة كلشي شوب إذا كنت تبحث عن سماعات لا سلكية بجميع مواصفات من حيث الصوت تكون تشبه سماعة ايربودز من شركة أبل من حيث تصميم بشكل عام إذا نقترح عليك سماعة نت هونور تو لايت بما يوجد فيها من تقنية وخصائص رائعة ابقوا معنا إلى نهاية الفيديو من أجل معرفة مميزاتها وعيوبها لكي تكون لكم فكرة قبل شرائها ونلتقي بعد هذا الانترو يوجد كثير ما سوف نتحدث عنه حول سماعة هونور تو لايت لكننا سوف نقوم باختصار بشكل عام كما تلاحظون معي هذه العلبة السماعة تأتي بسماعة كابل من نوع تيبسي كتيب كذلك شامل عن طريقة استخدام السماعة وثلاث ايرتيبس بأحجاب مختلفة سمال ميديوم اند لارج ومن المميزات السماعة جاءت بتقنية بلوتوت 5.2 بترميز CBC EAC كما جاءت العلبة الشحن والسماعة للأذن كلها باللون الأبيض اللامع أو بنون الأسود جاءت العلبة بوزن 41 جرام لسة كبيرة بشكل خاص وتنسب وجايب دون أي مشاكل ويوجد الزر إعادة تعيين غير واضح لجانب العلبة الشحن وفي المقادمة العلبة يوجد شعار هونور كما يوجد منفذ الشحن تيبسي وفي جانب السفل من العلبة الشحن فغطاء العلبة الشحن متبت مغناطيسيا لصورة الفتح وإغلاق العلبة بسرعة والأمر نفسه ينطبق على إيرتيبس التي يتم تثبيتها مغناطيسيا في تجويف كل منهما ولين تحدث عن بطارية العلبة الشحن والتي تلعب أيضا دورا مهما في تقييم سماعة الرأس فوقت تشغيل البطارية يصل إلى 32 ساعة فقد تم اختبارها وإستمرت سماعة الأودن المشحونة بالكامل لمدة 7 ساعات تقريبا مع تشغيل UNC وإذا قمت بإيقاف تشغيل UNC فيمكنها أن تصل إلى 10 ساعات من الشحن البطارية واحدة أما بالنسبة للشحن السريع للسماعة الأودن يصل إلى حوالي 10% من البطارية في غضون 35 دقيقة فقط وتوافق هذا مع الوقت تشغيل تقريبي يبلغ 4 ساعات ويستغرق الشحن الكامل حوالي 60 دقيقة ويتم شحن العلبة في 90 دقيقة فإن العلبة البطارية فهي مصنوعة ميليتيوم بوليمر بجودة الصوت السماعة هونورتولايت قد يكون من سابع عطور على مشموعة من السماعة الأودن مخصصة للتامارين الرياضية وبجودة الصوت لائقة لذلك من الموثل الإعجاب أن السماعة هونورتولايت تقدم لك تجربة صوتية رائعة عبر مجموعة من أنواع الموسيقى بحيث جاءت سماعة أودن بـ 55 ميلي أمبير أكبر من سماعة لينوفو التي قمت بمراجعتها تحتوي كل سماعة أودن على منطقة تحكم حساسية اللمس حيث يتيح لك النقر فوق منطقة اللمس مرتين لتشغيل صوت أو إيقافه مؤقتا وقب المكالمة أو رفضها إذا كنت ترغب في تبديل بين الأوضاع والإلغاء الضوضاء فيمكنك الضغط على معاستمرار على تشغيل أو إيقاف تشغيل UNC أي بضغط لوقت قصير يمكنك من تبديل بين الأوضاع تشغيل أو إيقاف تشغيل UNC يلعب دور UNC دورا مهما جنبا إلى جنب مع تصميم مناسب داخل الأدن عندما يتم تشغيل إلغاء الضوضاء فإنه يقوم بعمل جيدا في إيزالة الصوت في الخلفية أو الضوضاء في بيئة المحيطة مما يتيح لك الإستمتاع بموسيقى أو الاتصال فمن حيث الميكروفون والمكالمات فجودة الميكروفون أقل من التوقعات من حيث المكالمات فهي واضحة بالنسبة للمتحدث والمتلقي المكالمة وتم تثبيت محرك ديناميكي 10 ميليم مع غشاء بوليمر إذا كنت ترغب في تخصيص وظيفة الإيماء فيجيب عليك تثبيت تطبيق هواوي أورلايف قام مستخدم الهاتف هونور بدمج وظائف تطبيق في النظام حيث يمكنك التغيير الوظيفة المعنية لسمات الأذن بإضافة إلى التحكم في التشغيل بالإضافة إلى إعداد التشغيل باللمس يوفر تطبيق أورلايف نظرة ثاقبة عن مستوى البطارية للسماعات الأذن الفردية والعلبة للشحن أيضا تتوح لك وظيفة الحماية من الضوضاء فتجربة هونور تو لايت أثناء تشغيل الألعاب يوجد فيه وضع للألعاب يعمل تقليل زمن انتقال بلوتوت لكنه لا يضمن مزامن بشكل عام ويوجد بعد ثواني متأخرة في الألعاب ومن السلبية السماعات هونور تو لايت لا توجد طريقة التحكم في المستوى الصوت عن طريق اللمس والسماعات لا يدعم برامج ترمز لعالية الضيقة بشكل خاص مثل PTX LDAC كذلك تطبيق هواوي أورلايف جاء مخيب للأمان لأنه لا يحتوي على المعادلة في إعدادات مما يجعلك غير قادر على ضبط الصوت على حسب المستويات ومن هنا كانت هذه المراجعة للسماعة هونور تو لايت أتمنى أن تكونوا استفدتم من هذا الفيديو وإذا كانت لديكم أي تساؤلات أو أردتم أن نقوم بمراجعة أي منتج رم رجو تركه في التعليق أسفل الفيديو وشكرا على الدعم ولا تنسوا الشراك في القناة وتغذر الإعجاب لاستمرار في تقديم هذا المحتوى ترجمة نانسي قنقر